كشف تقرير أمريكي عن إحكام تنظيم داعش السيطرة على بعض المناطق العراقية ليلا بعد عودة القوات الأمنية إلى ثكوناتها العسكرية مبينا أن نشاطهم يتم ضد من تجرأ بالوقوف ضدهم وسند القوات الأمنية وذكر موقع دايلي بيست الأمريكي أن التنظيم يسيطر على القرى النائية وحتى البلدات الكبيرة التي كانوا يسيطرون عليها مؤكدا أن الانتهاكات مستمرة خارج العاصمة بغداد حيث تعرض السكان إلى مئة حادثة في الشهر خلال أكثر من عام من الانتقام والتخويف من جانب تنظيم داعش ونقل الموقع عن القائم بالأعمال في البعث الأمريكي في العراق جوي هود أن السيطرة الفعلية لتنظيم داعش ستنتهي في وقت ما من هذا الشهر لافتان إلى أن هذا لا يعني أن داعش لا يملك خلايا نائمة وأنهم لا يملكون شبكات مالية بل أنهم يملكون ذلك وقد يكونون أقوياء الآن مثل ما كانوا في عام 2013 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر